صباح الخير أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة تعليقا على تصريحات الرئيس الفرنسي أمانوال ماكرون حول لبنان أن موضوع لبنان ملف داخلي يجب حله ضمن البيت اللبناني مشيرا إلى أنه يوجد بين إيران وفرنسا محادثات لكن طهران لا تدعو أي دولة أجنبية للتدخل في لبنان تعليقا على خبر استقبال وفد اتحاد بلديات شرق بعلباك البطل العالمي محمد فخر الدين في مطار بيروت غرد محافظ بعلباك الهرم البشير خضر بالقول هو على علم بإصابته بكورونا ومع ذلك يستمر بحياته اليومية بشكل طبيعي يخالط الناس ويحضر المناسبات وهو بالأمس يستقبل في المطار إنه نائب رئيس اتحاد بلديات شرق بعلباك عطريف شمان وأضاف تقدمنا بإخبار بحقه لدى القضاء لتعريض حياة الناس للخطر سندا للمادة 604 إخبار يساوي سجن لمدة 6 أشهر أعلنت وزارة الدفاع الأرمانية استناف القتال مع جيش أذربيجان في منطقة ناجورني كارباخ من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الأذرية أن القوات الأرمانية تطلق النار على بلدة ترتر وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية قد أعلنت أمس أن القوات المسلحة الأرمانية أطلقت النار على المناطق السكنية الواقعة على خط التماس في كارباخ بينما قالت وزارة الدفاع الأرمانية أن كارباخ تعرضت لهجمات جوية وصاروخية وأعلنت الحكومة الأرمانية حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث نهاية الموجز عودة للزميلة سحر وضيوفها